يا أهلا وسهلا الفيديو اللي حتشوفه ده حين هو عبارة عن جزء من دورة مكثفة سبتلك رابط الدورة المكثفة في صندوق الوصف مع خصم خاص لك إذا عجبك الفيديو لا تنسى تشيك على الرابط ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو في هذا الفيديو عندكم تمرين للأريثماتيك أبريترز هنا في الجمع أديشن أبغاك تعملي 2 فاريبلز A equal to 20 B equal to 5 وأستخدم الoperator عشان تجمعهم في السبتراكشن هنا عندك A equal to 20 وB equal to 5 نفس الشيء اللي فوق أبغاك تستخدم operator عشان تطرح الرقمين هنا في الملتبكيشن عندك A equal to 10 and B equal to 5 وأستخدم الoperator اللي نستخدمت في الفيديو اللي فات لضرب الرقمين وفي الخير عندك هنا في division في القزمة A equal to 16 B equal to 2 وأستخدم الoperator اللي أنا استخدمته في الفيديو اللي فات عشان أكسم بين الرقمين يعني أنك تعمل pause للفيديو تأخذ copy paste الكلام ده وتحطه في new jupyter notebook وتبدأ تحل الاختبار أو الexercise أو أنك تروح للوكيشن اللي موجود في الملف ده وتنزل عندك في الجهاز وتفكه بالاناكوندا وتبدأ تشتغل عليه على طول في الفيديو الجاي حل الexercise ده بس قبل ما تشوف الفيديو اللي جاي أبغاك تحل الexercise ده بنفسك وتقارن حلك بحلي طيب خلونا نحل التمرين مع بعض هنا يقول لي create these variables اللي هي A equal to 20 B equal to 5 بعد كده يقول لي أجمعهم مع بعض فأنا هعمل لي variable جديد اسمه Z equal to A زائد الplus sign B لأننا نستخدم الplus sign للجمع بعد ما هيجمع لي أبغا يطبع لي قيمة Z في حضب shift enter هيطلع لي 25 اللي صار معانا هنا انه 20 تم حفظها بداخل A و 5 تم حفظها بداخل B واستخدم الoperator اللي هو الزائد عشان أجمع 20 زائد 5 هيطلع لي ناتج 25 والناتج هيتم حفظه في الvariable الجديد اللي هو Z في الأخير هكلم بايثون هقول له أطبع لي قيمة Z اللي هي 25 نروح للطرح هنا A equal 20 B equal 5 والZ هيكون A minus B في الأخير print Z نفس الشي هنا 20 هيتم حفظها بداخل A خمسة هيتم حفظها بي 20 ناقص خمسة هيتم حفظها في Z والناتج هيكون خمسة فالملتبكيشن اللي هو الضرب هيكون عندنا A equal 10 B equal 5 Z equal A star B طبعا الستار او هي هي الoperator اللي يستخدمه في في الضرب وبعد كده هقول له print Z كالعادة عشرة هيتم حفظه في A خمسة هيتم حفظه في B عشرة ضرب خمسة هيكون خمسين هيتم حفظه بداخل Z وفي الأخير هيتم حفظه بداخل Z وفي الأخير هيتم حفظه بداخل Z آخر شي عندنا هنا اللي هو الديفجن هيتم حفظه في B B equal to two Z equal A forward slash B forward slash هو الoperator اللي يستخدم للقسمة هنجي هنا نكتب print هيكون ايش Z ف16 هيكون بداخل A التو هيكون بداخل B ف16 قسمة اثنين هيكون ثمانية هيتم حفظه بداخل Z وفي الأخير ال print function هيطبع لي قيمة Z shift enter وطلع لي ثمانية أنا بلي أني استخدمت الأرقام هذي عشان لما تيجي تحلها بنفسك وتقارن حلك بحل يطلع لك نفس الناتج فالمفروض يطلع لك في القسمة ثمانية في الضرب خمسين في الطرح خمستاش وفي الجمع خمس وعشرين اذا عندك الكود مرات يشتغل او الناتج غير معناه انه عندك خطأ فانا بارك ترجع تذاكر البلوك بالكامل انا الاشي يصدي بالبلوك لو تلاحظ الدورة نفسها عبارة عن بلوكات يعني مثلا لما اجي اشرح لك عن ستلاقي كل درس يتكون من اربع فيديوهات اللي هو النظري اللي هو العملي التطبيقي بعدا اللي هو التمرين بعدا حل التمرين هذا كله انا فاذا انت عندك مشاكل او فيه شي ما تفاهمه روح راجع البلوك بالكامل لم تتراجع اخر فيديو لا راجع البلوك بالكامل فعندك مشاكل هنا في الابريترز راجع البلوك بالكامل اللي هو allora واشوفكم في الفيديو الجاي اشتركوا في القناة